تغير وضعه بعد مخالطته مثلا الدينة الفلانية أصبح يؤلف في كذا أكثر من كذا أنا أذكر أني مرة من المرات شاركت في برنامج ظهور أمام الجمهور وكذا وتسولف وكان معي بالصدفة دكتور ما له مشاركات في عالم السوشيال ميديا أبدا إطلاقا شعي بن عمره حول 58 سنة المهم ويوم تحاكى الرجال هم الحادس يجيب العافية ينقش الحادس ينقش نقش والله العظيم أنه لو أني أكتب معه أنها تخط بماء من ذهب يا ولد الرجال كارثة ويتكلم في العدب ويتكلم عن المتنبي ويذكر قصائد المتنبي لكن أبلا تنول مرة نسمعها بطريق تنول مرة نستشعرها والله يا ريدي عقب ما خلاص البرنامج وكذا خذتنا رقم الرجال والله باكتبه كل يوم أنا دقن عليها عني في مكان القهوات الفلاني سيّر علي يا ريدي وكل الساعة ثمان الصباح الشايف يرقض في الليل على طول يقول لا توعدني الساعة 12 في الليل وأبوكا قدر قدر ثقافة تنفيها طرف بداوة والله يا ريدي أني من بعده هذا دليل على أن الإنسان يتغير من بعد ذلك الرجل اللي هو الدكتور يا ولد تغيرت مفاهيمي عن أشياء واجد في التاريخ شخصيات كنت أحبها حب عميق وشخصيات كنت يعني وكلها الاحترام لا أكثر من ذلك ولا أقل سبحان الله العظيم يغير من الناحية الفكرية وأنا واثق أنه بعد خمس سنوات سأكتشف أكثر وأكتشف أكثر وأكتشف أكثر بين هذا وذاك الكثير من الاختلاف في السيرة الذاتية هو الكثير من الاختلاف في المنهجية في الطبع في السوال أشوف لي بعض الأحيان فيديوهاتين قبل سنتي لو أنا هذا الحين مع ذكالتها صحي أولا ودي أني أعطيت الموقف حقه أولا ودي أني أعطيت القصة حقها كنت باستشارها بطريقة مختلفة لذلك دائما الجلسة مع منهم أكثر مننا خبرة في أي مجال دائما صراحة هي مفيدة أنا مطال أطلع فاصل